مرحبا بتمنى تكونوا بخير وما كنتوا عم تسمعوا طاقة حب بحلقة اليوم حاب أحكي عن موضوع بهم الكل هو كيف نحمي نفسنا من الطاقات السلبية والترددات المنخفضة أو الـ vibrations اللي بتكون low vibrations حوالينا لنكون نحنا عم نعيش حياة مرتاحة ومحمية من أي شيء نحنا ما بدنا يكون عم بفوت على جسمنا وعلى حياتنا اليومية مثل ما صرتوا بتعرفوا كل شي بحياتنا هو عبارة عن طاقة ونحنا بمجرد ما نسلم على بعض أو نكون حوالة بعض بيصير في تبادل للطاقات بينتنا أوقات كتير ما منعرف الشخص الثاني أو الأشخاص المحاطين فينا بشو عم يمروا بحياتهم بشو عم بمروا بظروف بحياتهم يمكن يكونوا قاعدين معنا بنفس البيت بنفس الغرفة يمكن يكونوا عملولنا زيارة أو نحنا رحنا زيارة لعندون يمكن يكونوا بنفس مكان العمل طبعولنا بالمال بالسينما بمناسبات عائلية كبيرة على الطريق بسحمة السير لأنه كمانا نحنا وقتا نكون عم نسوق على الطريق والأشخاص حولينا كمانا عم بسوقوا سياراتهم منلاحظ أنه على طول في تانشن على طول في توتر الناس هيك شوي محقونة عم بتسوق بغضب كمانا هول الطاقات كلها فيها تفوت اللي عنا إذا نحنا مش حميين حالنا إذا نحنا عم نتفاعل مع الأشخاص الغاضبين بنفس وطيرة الطاقة أو الترددات اللي هني عم بيحسوا فيها حتى على السوشال ميديا حتى إذا كنا بالمصرف إذا كان عنا معاملة رسمية اليوم بلبنان بسبب وضع الاقتصاد اللي صاير ووضع المصارف فيه كتير تانشن مجرد ما العالم تدخل على المصرف لازم تكون حامية حالة لما تكون عم تاخد الخوف طبع غيرة والتعصيب والتانشن طبعه الغيرة تعالى السوشال ميديا شو منقرأ شو منحط الخوف الجماعي الكولكتف اللي بنسمعه على السوشال ميديا اللي بنسمعه على الأخبار اللي بنسمعه بالميديا كل هول قصص عندهم درددات عندهم ذبذبات عندهم طاقة من هيك من الدروري جدا نعرف نحنا كيف نحمي حالنا حتى بالمهن أوقات بيفكروا الأشخاص أنه بس اللي بيشتغلوا بالهيلينج أو بالعلاج بالطاقة هني اللي بيعملوا هول اللي بيسموهم طقوس كل حدم من نار لازم يكون عم بيعرف كيف يحمي حاله خاصة خاصة اللي بيشتغلوا بالمهن اللي فيها احتكاك إنساني مثل الممرد النيرس الداكترز الأطبة الاختصاصيين بعلم النفس اللي بيكونوا بالإسعافات البرامادكس هول الأشخاص كمان بيكونوا على احتكاك كل الوقت مع أوجاع العالم مع القصص اللي بالتحزن اللي بتقطع فيها العالم فكمان لازم كتير ينتبهوا كيف يحموا الطاقة طبعولون وأكيد اللي بيشتغلوا بمجال العلاج بالطاقة بشكل عام كلنا لازم يكون عم نحمي حالنا كل يوم بس ولكن هول الأشخاص تحديدا لازم يكون عندهم عطول وعي وانتباه بأي طريقة يكونوا عم يحموا حالهم أكيد رح نحكي فيهم خلال الحلقة بالتفصيل إنه نحمي حالنا من الطاقات اللي حوالينا ممكن الناس تسمي صايبة عين متعرف عليه باسم صايبة عين أو حسد وغيرة وأوقات الأشخاص بيخلطوا بيناتهم رح كنا عم بوضح كل واحدة شو بتاعنا وشو نحنا منسميها بمجال العلاج بالطاقة أكيد الحسد موجود والغيرة موجودة بالحياة هن بطبيعتنا البشرية بس مهم إنه نعرف كيف نفهمهم نعرف الفرق بيناتهم نعترف فيهم إذا نحنا عم نشعر فيهم وناخدهم ونحولهم لطاقة بالناقة أكتر ولطاقة إذا بتكون بتفيدنا أكتر يعني إذا عم نشعر بالغيرة أو بالحسد من أي شخص بدل ما نكون عم نستعملها بطريقة مدمرة لنفسنا وللآخرين ناخدها ونتعلم منها نحولها نعملها اللي بنسميه بمجال العلاج بالطاقة نعملها transmute يعني كأنه نحنا عم نكون الخيميائيين إذا سمعين فيها هيدا الكلمة أو يعني نحنا عم ناخد هيدا الطاقة بتردداتها السلبية أو بتردداتها المنخفضة عم نشتغل عليها ونحولها لطاقة حلوة عم نبعد الشيء المش حلو ليكون عم بتاخده الأرض وتحوله لتعمله علاج ونحنا عم نحول هيدا الشيء جواتنا لشيء فينا نكون عم نتعلم منه نطور حالنا نشفي حالنا وبالآخر نحوله لطاقة حب الفرق بين الغيرة والحسد كتير مهم أنه نكون عم نعرفه وعم نفهمه لأنه كتير أشخاص بيخلطوا الفكرة بين بعض يعني بيقولوا أنه نحنا منغار ومنحسد ولكن هن مختلفين عن بعضهم الغيرة اللي هي الجالوسي والحسد اللي هو الأنفي الغيرة هي وقتا نكون نحنا عم نغار على شيء منملكه منخاف أنه الآخرين ياخدوا مننا فيكون غرض فيكون منغار على أهلنا على بينا على والدتنا على شريك حياتنا على صديق أي شيء نحنا عنا ياه منحبه كتير ومنخاف حدا ياخده مننا بتبلش عند الأطفال وقتا يصير عندهم خي أو أخت بيصيروا بيخافوا على غراضهم بيصيروا بيغاروا على أمهم وعلى بيهم لأنه هن كل الحب كان لقلون بيعتبروا كأنه إجا حدا تاني ياخد هيدا الحب منهم فمن هيك لازم من هون نبليش نحضر الولد ونشتغل عليه لما تكبر هيدا الشغلة عنده وبعدين تتحول لغيرة من كل شيء أو من كل حدا بالحياة نعطيون مجال يحسوا مشاعرون مش نمنعهم مش نقلهم مضغاروا نعترف لهم نسمح لهم يعترفوا بهيدا الشعور لأنه هو شعور بطبيعتنا البشرية ولكن نعرف كيف نصححوا أو نخليهم هيك توامبريست أو يحتضنوا بالطريقة المناسبة حسب أكيد عمر كل طفل وكل ولد لأنه أسباب الغيرة إذا كبرت معنا ممكن أوقات تتحول لغيرة مرضية منشوف مثلاً اتنين بعلاقة بيغاروا على بعضهم بيصير عندهم تملك هي نتيجتها جاية من عدم الثقة بالذات عدم الرضع عن الذات ما فيه اكتفاء فيه خوف على طول أنه فيه حدا بدي يتركنا حدا بدي يتخلى عننا حدا يبطل يحبنا الخوف من الفئدان هيدا الشي كلهم هولي جيين أكيد من الطفولة ومن المراهقة فكل شي خاصه بحب الأهل لأولادهم انفصال كيف عم بيصير تأمين الأشياء الأساسية لقالهم عم بيكون بطريقة صحية فيها لكون الإنسان عم بيحس بالغيرة بس ما بتروح للغيرة أكيد المرضية أو المدمرة وإذا راحت للإكستريم أو للحضود لشيء كتير غيرة قصوى هون أكيد بدي يكون فيه علاج للشخص اللي عم بيحس بهيدا الأشياء وغالبا أوقات ما بيكون عم بيعترف بهيدا الشي أو عم تعترف بهيدا الشي اللي حوليهم بدون يلف طوله النظرون وإذا كان هن من تبهين لأله بدون بلش يحكوا عنه ليطلبوا مساعدة أما الحسد اللي هو الأنفي هو وقت يكون الشخص عم بيتمنى عم بيشوف شخص تاني بحياته حوله بعائلته بيشغله على السوشيل ميديا شخص مشهور أي حدا بيحتكاك مباشر أو غير مباشر معه أو معه عنده النعم معينة عنده بركات معينة بحياته النمط حياة شريك حياة مقتنيات شهرة نجاح علاقات ناشحة أي شي سيارة بيسافروا كتير أي شي ممكن الشخص يحس ويتمنى أنه زوال هيدا النعمة من عنده الشخص وتتحول لعنده يعني فيه أشخاص بيصيروا يتمنوا أنه ياريت بيفقدوا هالشريك الحياة اللي كتير ناشحين معه وبيصير هيدا الشريك لقليه أو بيتمنوا أنه تروح هيدا النعمة اللي موجودة بحياتهم كومبليت لي لأنه هن بمحل أكيد فيه جرح جوات فيه خوف فيه عدم الإدراع لتمنى الخير لغيرهم فبيصيروا بدهم كل هيدا الشي لقلهم أو اللي عم بيشوفوه حلو بحياة غيرهم بيصيروا عم بيتمنوا أنه يكون عم بيختفي كمانا هي موجودة فيها تكون موجودة عند كتير من الأشخاص المهم أنه كمانا نعترف فيها ونحكي فيها ونشتغل على حالنا أنه نطورها بمعنى أنه ما نكون عم نحولها لأزية يعني نقول أنه أنا عم بحس بالحسد ليه عم بحس بالحسد شو عم بيحرك فيه نجاح غيره شو عم بيحرك فيه علاقة غير الناجحة الستايتس اللي عندهم إن كان بممتلكاتهم إن كان بوضع المادة إن كان بنمط حياتهم أي شي بدراستهم شو ما كان الشي اللي ممكن نكون عم نحسد الشخص التاني عليه نسأل حالنا شو عم بيحرك جواتنا وكيف فينا نحنا نستخدم هيدا الشي بطريقة أنه نحنا نشتغل على حالنا ونصير يكون هني محفزين لألنا يعني نشتغل على حالنا نصير عم نكسب هيدا الإشياء اللي نحنا عبدنا تكون بحياتنا بدل ما نكون عم نوجه طاقة مدمرة على هول الأشخاص لأنه الحسد وقت ما نشتغل عليه فيه تحول لطاقة مدمرة بأنه فيه أشخاص بياخدوا يعني داي تايك أكشن بيبلشوا بلشوا مش بس يكونوا عم بيتمنوا برأسهم أو عم بيفكروا أو عم بيوجهوا كلمات فيه تحول لأذية فيها تكون معنوية وفيها تكون مادية فيها تكون بنميمة أوقات فيه ناس بتعمل فيك نيوز أو بتألف أخبار على مثلا زميل معهم بالشغل اللي يكونوا عم بيسببولوا أذية مثلا حصل على منصب معين أو على زودة أو على بروموشن وهن يحسين بهيدا الحسد سوء وقت بيعملوا قصص لبعضون للشخص يفرجوا أنه هو بركاكل عم بيعمل شيء منه صح بتكون هي فيك أو خطأ لهن يحصلوا على هيدا الشيء ومنشوفها كتير يعني بتصير بشركات بتصير بسياسة بتصير بين الأصحاب بين الجيران كتير عالم بتعمل هالخدعة لتكون عم تأز غيرها لهي تحصل على الشيء وهيدا طبعا بيرتد على الشخص اللي عم بيتسبب بهيدا الحسد وعم بيروح للأذية سبب له لقل له هيدا الطاقة رح ترجع لعنده لأن كل شيء احنا منزرعه بيرجع لعنا منرجع منحسته وأكيد بتكون عم بتسبب أذية للشخص اللي إذا كان المحاطين فيه قرر يصدقوا النميمة أو يصدقوا الفيك نيوز أو ما يحققوا بالموضوع كمان دغري يتخلوا عنه أو يدلوا عليه بالأصبع أو يعني ينزعوا له سيته أو سيته للشخص الإنساني فيها تكون قوات بتشويه سمعة بكذب بتوريط أشخاص بقصص منا حلوة أبدا إساءة مادية إساءة معنوية فيه أشخاص يعني بيوصلوا لحد إنه بيتمنوا هذا الشخص إنه يختفي من الحياة إنه يموت إنه ما يعود موجود إذا هالقد شايفينه ناجح عم بيشكل لهم إنعدام أمان فيه ناس أوقات بتوصل للإكستريم أكيد هون عم نحكي عن حالات القصوى مش يعني اللي بتكون قليلة جداً بس إذا الشخص عن جد ما تعالج وما حكي بهذا الموضوع فيه يكون عم بيتسبب بقتل أو هو مش قادر يتحمل أو هي تتحمل بانتحار أو مثلاً اللي منشوفهم هول الجرائم عند المشاهير وقتها بيطلقوا النار على حداً عم بيغني على ستيج أو ببيته أو يعني بيكون صاير عندهم حسد كتير أو ما بقى قادرين يعملوا كونترول وهون منكون عم نفوت بالحالة أكيد المرضية وفيه أشخاص أوقات بيروحوا للأسف كمان عند بعض التكاكين المفتوحة أو أما كان منلقيها كمان بكل بلد اللي منسميهم اللي بيسموا حالهم الشيوخة أو اللي منسميهم بالشارلاتان يعني الأشخاص اللي ممكن يقولوا إنه بعملكم كتيبة أو بعملكم قصة أو حطوروا هيدا الشي بالماء أو حطوروا هيدا الشي بسيارتهم تحت المخدة لأنه يكون كل شي عم بيصير معهم يزول ويتحول لألكم هول أكيد ألعاب ملنا صحيحة ملنا دقيقة ملنا مزبوطة وهي كوى الشر هوني عم تتفاعل وهي أكيد بتتحول لطاقة سلبية ما بدي يكون عم بخوفكم أكيد بس كلكم أكيد سمعين هيدا الأشياء بالحياة أو شايفينا بالأفلام أو بالمسلسلات فيه جزء مننا فيه ناس بتعملو بس مش معناتها نحنا لازم نعيش بخوف إنه فيه حدا عم بيعملنا هيك بحياتنا لازم ننتبه كيف نحمي حالنا وكيف نكون عم نتحمل مسئولية أي طاقة ملنا حلوة عم نحسها حوالينا بمجال علم الطاقة أو العلاج بالطاقة نحنا كمانا منحكي عن شيء اسمه ساكك قطعا كيمكن سمعين عنه أو قريين عنه لهو وقته فيه أشخاص عندهم حسد معين أو أكتر من حسد أو تمني ملنه حلو أو فيه شيء بيزعجهم بطريقة حياتنا أو بطريقة تفكيرنا بوست حطينا على السوشال ميديا خبرية حكيناها فستان اشتريناه سيارة جديدة بروموشن بالحياة بالشغل سفرة معينة فتنا بعلاقة جديدة تزوجنا جبنا أولاد أي شيء ممكن الشخص الثاني يحس أنه ما عم بيقدر يكون عم بيتمنى الخير لألنا بيقدر يكون عم بيستخدم كلمات بينه بين حاله أو ضمن مجموعة مثل ما قالت بيقعدوا بيصيروا عم بيعملوا gossiping أو نميمة هيدا الكلمات عندها طاقات عندها ترددات إذا كل يوم كل يوم عم تقعد هيدا المجموعة إن كانت على السوشال ميديا أو بالحياة عم تعمل صبحية عم تحكي مع بعض على الواتساب عامليني جروبات وعم بيحكوا عن هيدا الشخص كل الوقت وعم بيستخدموا عبارات منا حلوة وعم بيتمنوا الشر هني عم بيوجهوا طاقة لعند هيدا الشخص منا حلوة طاقة تردداتها كتير منخفضة مثل ما قلت راح تنعكس عليهم راح تكمان هي تخفف لهم ترددات الطاقة تبعو لهم لأنه gossiping والنميمة كتير بيخفف الطاقة عنا وكتير بيعرضنا لأشياء منا حلوة لأنه نحن منبط المحميين إذا عم نتمنى الشر لغيرنا فيه أوقات فيها تكون أمنيات فيها تكون أوقات bullying أو تنمر كل هول القصص اللي ممكن يكونوا عم بيفكروا فيها أو عم بيقولوا عم بتروح عند الشخص التاني الشخص التاني ممكن يشعر بطاقة أو ترددات هيد الكلمات اللي عم تنقل عنه فجأة بيحس حاله على الصعيد الجسدي وعلى الصعيد العواطف أو المشاعر بيقدر يحس حاله فجأة صار عنده وجع راس كتير قوي بيقدر يحس بالعين نفس بيقدر يحس بدوار بيقدر يحس مثل كأنه رح يفقد وعيه بحاجة لأنه يكون عم بيراجع أو عم بيستفرغ بيحس بتعب ما بيقدر يقوم من التخط مثل كأنه ما قادرين يحركوا إيديون ولا إجريون فجأة بيكونوا مثلا بنشاط كتير أواء وفجأة بيحسوا مدري شو صار مثل كأنه في ناس بتعبر وبتقول حدا صحب الطاقة مني أو ما كان بني شي هون الناس بتحكي عن صيبة عين حدا حواليهم بيقولون في حدا صابكم مثلا بالعين حتى وقت بيحسوا بدون يقعدون يوم أو يومين بالتخط أو بالسرير لأنه مش قادرين بقى يتحركوا في ناس هنو عم بيسوقوا إذا في حدا عم بيحكي عليهم كتير أو عم بيوجههم طاقات أو عم بيعمل عمل منه منيح بيصيروا يحسوا حالهم عم بيدوخوا هنو عم بيسوقوا أو السيارة ما بقى عم تتحرك بطريقة صح كمان رح أحكي بعد شوية كيف ليش مهم نحمي حالنا قبل ما نطلع بسيارتنا في ناس بتحس فجأة بدها تبكي كتير في ناس بتحس أنه فجأة صار عندها حالة غضب أو إريتيشن أو إنكزايتي كتير عالية ما بتعود تقدر تتحكم فيها بمعنى بتحس أنه كأنه مش هي اللي عم تتصرف فيها حدا تاني عم بيتصرف فيها داخلها بيحسوا كأنه فقدوا بطلوا على هذه الاتصال القوي مع الأرض يعني هيدה بيحكي عنا على طول إنه تكون طاقتنا متماسكة مع طاقة الأرض أو كمان مثل ما قالت بيحسوا بدوار أو دوخ ход كتير قوية وهيدا الشي ممكن يصير بين أفراد يعني شخص لحاله ما عم بيتمنى الخير لشخص تاني بيقدر بيأفكاره من كترة إذا لانهار عم بيفكر بالريسيفر يعني بالشخص اللي هو عم بيحسته بهذه الطريقة فيه يكون عم بيأثر عليه بالطاقة طيب أقوله إذا الشخص الثاني منه حامي حاله فيها تكون ضمن مجموعة فيها تكون على السوشيل ميديا فيها تكون أوقات بس تصير على المشاهير أو حدا مثلا صار شي فايرل يعني حدا مسور فيديو أو حالة معينة بالمجتمع هلأ منشوفها وما كان رابورتاج معين تقرير طلي على التلفزيون أي شي بيصير بتصير العالم عم بتعمل عم بيكون صار كتير مشهور يعني راح فايرل وكل العالم عم بتصب غضبة إذا كان هيدا الشي منه عجبهم أو عم بيعملوا بولينج أو عم بيشتموا يعني مجموعة إذا نتخيل مثلا شي صار بالعالم ببلد واحد وكل الدنيا كل الكون كل العالم الموجودة عم بتوجه عليهم كلمات وطاقة منها حلوة إن كان على السوشيل ميديا بالحكاة أو بالتفكير أو بجلساتهم الخاصة سو هيدا الشخص كمان عم بيضروري يكون عم بيحمي حاله وعم بيستشير اختصاصي يساعده يحمي حاله من كل هالزبزبات وهالطاقات اللي منه حلوة مش نهاكي عطول لازم ننتبه نحنا إنه مش أي شي ما بيعجبنا بالحياة نكون نحنا نسمح لحالنا نشتمهوا الأشخاص أو نوجه عليهم كلمات منه حلوة أو نتمنى لهم إشي منه حلوة بالحياة فيه أوقات أشخاص مثلا حتى بيقولوا إنه مثلا تنقل كتير بلبنان ما بعرف إذا تستخدم بعبارات مختلفة بغير دول عربية مثلا حاسق حدا جاي بشي جديد ونكسر هيدا الشي لنقول شارع فاز جديد للبيت جاي بيين طاولة جاي بيين تيفي جاي بيين سيارة جاي بيين أكسسوريز أو كريستلز معينين وفجأة حدا يعني فجأة بنكسر هيدا الشي بيقولوا مثلا نكسر الشر أو بيقولوا طلعت بهيد الشغلة إنه فيه عين وطلعت بهيد الشغلة فيه ناس بتقول بالرزق ولا بيصحابه مثل كأنه كان فيه طاقة منا حلوة بسيطة طلعت بهالغرض بالسيارة بدولاب السيارة بزجاج بمجوهرات معينة بأي شي من مقتنيات المنزل بس ما طلعت بالشخص فكمان هولي القصص هوم كنا عم نحكي عن طاقة معينة صابت هيدا الشي ليش صاريت؟ لأنه فيها تكون الشخص منا محمى هو كمان التردداته كانت كتير منخفضة لعدة أسباب كمان هلأ رح أحكي عنها أو من إشياء ناس ما عم تتمنى له فيها الخير وهو مش منتبه كيف يعرف يحمي حاله من هيك برجع بقول لازم ننتبه إنه كل يوم نكون عم نحمي حالنا مش معناه تنعيش بخوف يعني ما بدي تكون هيدا الحلقة عم تخلق خوف عن أي حدا ولكن هي حلقة توعية مش نظلنا عايشين إنه في حدا عم بيحسدنا في حدا عم بيغار في حدا عم بيعمل لي أتاك كل الوقت لازم ناخد هيدا الشي ونعتبر إنه نحنا لازم بدءا من اليوم نكون وعيين بمين عم نحاوط حالنا بشو عم نحاوط حالنا شو عم نعبر شو عم نحكي وكيف عم نتصرف بالحياة ونكون نحنا عم نحمي حالنا بكل هولي المراحل مش مطلوب نقول إنه لأ هولي خزعبلات ومش حقيقة وهولي قصص منا حقيقة وما بتصير هيدا بس فكرة براسنا لنروح لهيدا الإكستريم ولا الإكستريم التاني إنه نضلنا عايشين بيخوف كل الوقت إنه في عليا عين وكل العالم بتصيبني بالعين بدنا نوصل للنص إنه نحنا نتحمل مسئولية ونعرف نكون عم نحمي حالنا وإذا شعرنا بهيدا التردودات المنا حلوة أو السلبية أو المنخفضة جدا نعرف كيف نكون عم نجيرها ننظف حالنا منا واللي أخدناه نكون عم نبعثه ليكون عم بيروح ويتحول لطاقة الأرض عم بتنطفه ونحنا نكون على طول محميين من جوا سو المطلوب أهم شي لأنه كن نحنا عم نحمي حالنا إنه نسكر طاقتنا كل يوم اللي بيشتغل معي بالريكي أو اللي بيسألني أسئلة عن هالموضوع يمكن صار يعرف أو اللي بيقرأ أو سامعه من حدا غيري يمكن بيعرف شو يعني المنقلة باللغة الإنجليزية to zip our energy أو to seal our energy أو to shield ourselves اللي هن بالعربي إنه نسكر الطاقة طب عولنا أو نحط مثل كأنه غلاف حوالينا أو جدار حوالينا أو نحط حالنا بببل يعني مثل الببل اللي بيعملوا الأولاد الصغار بس يكونوا عم بينفخوا بوالين نحط حالنا نحنا ضمن هال ببل أو مثل كأنه بالون ونحنا محميين كيف بيصير هيدا الشي أول ما نوعى الصباح أول ما نفتح عيوننا ونعمل الإمتنان طب عولنا أول ما نقعد بالسرير فيه يكونوا إجرينا يعني فينا نكون نعمل إن إحنا قاعدين بالسرير إذا منتعب أو نحنا واقفين منغمد عيوننا أهم شيء كعب الإجر soul طبع الفوت يعني طبع الفيت يكون متماسك مع الأرض يعني نحس كل إجرنا مش معاليين إجرنا بس دعسين على أصابيع إجرينا كل إجرنا متماسكة مع الأرض ونغمد عيوننا ونتخيل فيه شلوش أو فيه كيف الجذور كيف النبتة عندها جذور بتكون مش تبكة بس نشيلها من البو أو من الوعاء اللي نحنا زرعينا فيها أو من الأرض بس نكون عم نشيل إشياء من الأرض زرعينا هيدا الجذور نحنا كمان عنا إياها منتخيل براسنا منغمد عيوننا مناخد نفس ونبلش نتخيل هيدا الجذور عم تشتبك مع الأرض محل ما نحنا واقفين بس نحس بهيدا الشي تلقى إياها نحنا وغمدين عيوننا منرسم براسنا منرسم حالنا كأنه نحنا بقلب هالطابق أو هالفقاعة أو هالشيلد أو هالجدار أو هال المكان اللي نحنا فيه يعني منرسم مثل كأنه دائرة لونة ذهبية حوال حالنا حوال الأورة تبعولنا براسنا ومنقول لحالنا منرسمها لونة ذهبة أو لونة بيربل أو بنفسجة لأنه الألوان كتير قوية ومنقول لحالنا أفرميشن أو توكيد عم بختار أنه تكون طاقة محمية اليوم وعم بتحمل مسؤولية طاقة الشخصية I choose to keep my energy intact today I take responsibility of my energy أنا محمي أنا بأمان I am safe I am protected بس نحس بهيدا الشيء منفتح عيوننا فينا نشرب ماء ونبلش نهارنا هيدا الشيء لازم نعمله كل يوم كل يوم بغض النظر إذا نحنا طالعين من البيت أو بقيين داخل المنزل إذا راحين على العمل على الوظيفة إذا راحين الزيارة إذا حتى جاي لعننا حدا بس نوع الصبح لازم ضروري نكون عم نعمل هيدا الشيء هيدا الشيء إذا نحنا كنا محاطين بأشخاص حولينا إن كانوا عم بيزنوا إن كانوا عم بينقوا إن كانوا مش مرتاحين عم بيقطعوا بأي حالة معين مثل ما حكيت بالحلقة الماضية أو إن كان عم بيتمنوا لنا إشياء ملنا حلوة نحنا ما عم ناخد الطاقة نحنا بقلب الطاقة طب عالتنا محميين في ناس أكيد بتحب تزيد صلاة في ناس بتحب تزيد دعاء معين في ناس بتحب تحط دعاء أو تحط قرآن أو تحط صلاة معينة أو healing music بالفترة الصباحية هي عم تعمل الروتين الصباحي لتكون كمان هيدا الطاقة لأن هول كمان عندهم الأدعية أو الصلاوات أو الموسيقى كمان عندهم زبزباتهم الخاصة اللي بتساعدنا نحنا نكون عم نحمي حالنا مش عم نبلش نهارنا بسرعة أو عم نعرض حالنا لطاقات منا حلوة فكمان هول فيه نكونوا عم بيساعدوا فينا كمان نكون عم نستخدم البخور يعني فينا نبخر حالنا فينا نستعمل الستيج أو المريمية أو الأصعين بيساعدونا يعني منبخر رأسنا يعني كمان بنرسم الأورة من رأسنا للقضامين منبخر حول حالنا فينا نبخر إذا حدا معنا بالبيت شريك حياتنا أولادنا أي حدا نساكن معنا إذا بيحبوا أكيد ما منشبرون لأنه منكون عم نتعدى على خصوصيتهم وفي ناس ما بترتاح لهيدا الروايح إذا بيحبوا هني فاميلير أو يعني هذا الشي مألوف لقلون أكيد فينا نكون عم نعمل وفي ناس بتفضل ريحة عن ريحة يعني في ناس ما بتحب السيج فيكن تستعملوا شي تاني فيكن تستعملوا البالوسانتو فيكن تستعملوا العود العنبر كل حدا شو بيرتاح بس لأنه هولي عندهم خصوصيات بتساعد بتنظيف وتكون عم تحمينا من أي زبزبات أو ترددات مننا منيحة فينا كمانا نبخر البيت اللي عطول بيحكي عنه بكذا حلقة أنه نبخر بيتنا ننمدخل نبرم بكل البيت بغض النظر إذا جاي حدا لعنا أو منه جاي لعنا هيدا كمانا هيك بيعطي طاقة حلوة بقلب البيت وبيرفع الترددات اللي نحنا بحاجة نكون عايشين فيها يوميا بحياتنا أكيد فيه كمانا النباتات معينة فينا نكون نحنا عم نحطها بالبيت لأن نكون عم نحمي طاقة البيت عنا أكيد فيه أنواع معينة من الأحجار الكريمة مثل البلاك تورمالين مثل البلاك أبسيديون مثل البلاك أونيكس هول الأحجار الكريمة عندهم طاقات كتير بتساعد فينا نكون نحنا عم نلبسهم كأكساسوريز لأن بيساعدونا نظلنا جراوندد نظلنا متماسكين وطاقتنا سابتي فينا نحطهم حولينا فينا نحطهم إذا صغار بيجيبتنا كل حدا مثل ما هو بيختار في ناس بتعملون قصوارة في ناس بتوسع ليون كحلق أو كناكلس كل حدا كيف بيحب وفيهم رجال وسيدات يكونوا عم بيلبسوا هيدا شي ومهم نظلنا عم ننطفوا لأن هولا كمانا عندهم طاقة بتساعدنا نحمي حالنا وفي أشخاص ما بتحب هيدا شي أو ما بتعتقد فيه أو مش من ميولة أو ما بتحس بتحب تلبسون فينا نكون عم نكتفي بالطريقة الحماية اللي نحنا اللي قلت عنا بس نعملها الصباح وبالقصص اللي هلأ كمانا رح أزكرة كتير مهم لنكون نحنا عم نحمي حالنا من الطاقات اللي حوالينا اللي ملنا حلوة ننتبه شو عم نحط على السوشال ميديا عن حياتنا الخاصة عن ولادنا عن شريك حياتنا أو شريكة حياتنا مش معناتها برجع بقول لازم تعيشوا بخوف إذا بتحبوا تحطوا إشياء كمانا لازم تعرفوا أنه أنتو عم بتحطوا شيء exposed لكل العالم مش بس للعيلة أو للأصحاب unless يعني الأكاونت أبقول لكم منه يعني عاملينه أنتو كتير private ولا حتى الناس اللي أنتو ضمن مجموعتكن أو إطار privacy اللي عاملين أو الخصوصية اللي عاملين كمانا ما منعرف مشو ممكن يحسوا بس نحنا نحط إشياء فيكون عندكم وعي وانتباه شو عم بتحطوا وليش عبالكم تكونوا عم بتشاركوا هيدا الشيء إذا الشيء كتير خاص وحاسين أنه بدكم تتركوه لنفسكم تركوه لنفسكم واحد فلو في إذا عبالكم تحطوا كمانا كونوا من تبهين كون تكونوا حاميين حالكم قبل ما تكونوا عم بتحطوا هيدا الشيء حاميين ولا تكون أنا شخصيا من الأشخاص اللي ما بحب to expose kids online يعني ما بحب أنه ينحط صور للأطفال أو أنا شخصيا ما بحب يحط صور بنتي لأنه الأطفال كمانا فيهم يكونوا عندهم طاقة تبعولتهم بسرعة أو بسهولة يسحبوا طاقات من غيرهم ولأنه في كتير أشخاص فيها ما بعرف شو بيقطع براسة ولأنه كمانا بآمن أنه بس تصير بنت كبيرة هي بتختار تحط صورها الشخصية وصصها الشخصية في كتير أشخاص بقول لي ليه بتحط أوقات شيء وهي مثلا بارمي وجه أنه لما يكون عم بيبين وجه بكون حط إيدا أو شعراتا لأنه عم بحترم لخصوصيتها هي بتقرر بس تكبر إذا بتحط صورتها واللي بحطه بكون لكون عم بنشر وعي معين أو عم بشارك خبرية معينة أو شيء أنا تعلمته من خلالها أو ساعدني لقالي أو فيه يكون عم بيفيد غير أهالي وغير ولاد ولكن فيه أكيد خيار شخصي عند كل أهل إذا حطوا هنه صور أطفالهم وكل يوم بحطوا صور لأطفالهم عطول بقول بس شوف صورة أي حدا عطول أنا بينه وبين حال كنا عم بتعييرهم بالخير مثل كأنه حماية لهول الأطفال أو لهول الأشخاص لأنه في مئة ألف طاقة موجودة على السوشال ميديا ما بدنا يكون نحنا عم نعرض هول أطفال أو غراضنا أو بيتنا أو قصة حياتنا أو قصة حبنا أو حيواناتنا أو أي شيء نحنا بنمتلكه لقصص منا حلوة فمن هيك لازم ننتبه نحنا شو منحط وشو ما منحط وكمان نعطي مساحة يعني مش كل يوم كل يوم نكون عم نحط قصص شخصية وإذا صار أي شيء حسنا منه حلو كمان نعرف كيف ننتبه وكيف نحمي حالنا وكيف نصحيح هيدا الشيء لنحمي طاقتنا كمان بدنا ننتبه إنه ما نكون عم نسمع نضلنا عم نسمع أخبار كل الوقت ما نكون نضلنا نضورين التيفي كل الوقت بالبيت وعم نحط أخبار منه حلوة أو أخبار فيها كتير زبزبات خوف ومشاعر منه حلوة يعني إذا بتحبوا تسمعوا أخبار لتطلعوا شو وعم بيصير تكتفوا بنشرة واحدة مش كل الوقت داير التيفي على صوت عالي أو الراديو على صوت عالي هول القصص كمان عنده زبزبات منه كتير حلوة إذا قاعدين نحنا عم نسمعها كل الوقت لو نحنا بغرفة تانية والتيفي داير عم بتفوت وعم بيسجلها اللوعي عم بيسجلها العقل الباطن بالتالي فجأة منحس طقتنا خفضيت أو تعبنا أو حسينا بهكي عدم راحة أو شي نزعاج معين هيدا كمان جاي من هيد الطاقة اللي عم بتطلع على القصص اللي نحنا عحطينا على التيفي كمان هون بدنا نكون منتبهين بدنا ننتبه كمان للباوندريز للإحدود بحياتنا نحنا بمين عم نكون محاطين كل الوقت هل نحنا عم نحاوط حالنا بأشخاص كل الوقت ما بيتمنوا لنا الخير ومننتبه إنه ما بيتمنوا لنا الخير أشخاص ما عاجبون شي كل الوقت بينقوا بيزنوا بعيدوا نفس الخبرية كل الوقت وما بدون يلاقوا حل بحياتهم ولا بدون يتحملوا مسئولية ومنصير أوقات ما نحس إنه نحنا عم نسمع لهم لأنه منحبهم كتير أو نسمع لهم لأنه بدنا نكون عم نساعدهم أو نخلصهم من هيد المشكلة هون بدنا نكون عم جد كتير منتبهين لأنه نحنا ما فينا نلعب دور المخلص بالحياة اللي فينا نعمله إنه نرشدهم أو ننصحهم يشوفوا اختصاص اللي يكون عم بيساعدهم ننصحهم مرة 2-3 عشرة بس هن كل الوقت كل يوم بحياتنا بيجوا بيعملونا زيارة بيشربوا قهوة عننا بيقعدوا 3-4 ساعات الصبح أو عشية وبيرجعوا بيحكوا بنفس هولي الأحاديث وبيتمنوا الشر للعالم كله وبيحسوا إنه ما فيش شيء زابط بالحياة منلاحظ إنه بس في اللوع نحنا عم نتعب طاقت البيت عم تتعب في قصص بتصير تتكسر بالبيت منحس حالنا مش مناح لأنه إذا مش حامين حالنا نحنا عم ناخد طاقتهم لهول الأشخاص فكتير مهم إنه نكون عم نحط boundaries أو نحط حدود مش لأنه ما منحبهم لأنه منحبهم ولأنه منحب حالنا نبعثهم نرسلهم أو ننصحهم نشوفوا اختصاصي ونحنا بمهم إنه نكون عم نحمي بيتنا وعيلتنا وأكيد بدنا نعرف إنه نحنا ما فينا نشفي جميع العالم حتى نحنا بمجال العلاج بالطاقة ما فينا نكون نحنا عم نشفي كل العالم أو عم نساعد كل العالم في محلات معينة بدنا نحط حدود بدنا نحط boundaries لأن نضلنا نحنا منح شو ما كان ما وقعنا بالحياة مش كل حدا إجل عنا خبرنا قصته نحس إنه نحنا لازم نساعده ونحنا لازم نلاقيله الحل فينا نعطي نصيحة أو فينا نقول بكل سهولة إنه نحنا ما عنا نصيحة مش قادرين مش عارفين كيف بدنا نساعد فينا بس نسمع ونوجهه أو نوجهها لعند شخص تاني ما فينا نضلنا نحنا عم نعطي من ذاتنا ونعطي من حالنا آخر شي كبيتنا تفضى مثل ما بيقولوا بالإنجليز powering from an empty cup يعني كبيتنا فضيت على الآخر ونحنا بدنا نضلنا نساعد الكل ونسمع على الكل ونعطي للكلة آخر شي نفضى نحنا من جوه حتى وقتا نحط حدود أو نرسم حدود كمانا بدنا نكون عم نرسم حدود إنه فيه أشخاص ما نسمح لها تفوت على الغرفنا الخاصة يعني غرفة النوم غرفة العمل لعنا غرفة أطفالنا أي شي ما نحسه كتير حميم وخاص فينا وما بدنا هؤل أشخاص يفوتوا فيه ناس بتسمح لحالة وقت بتكون من العائلة من الأهل من أهل الزوج أو أهل الزوج بيفوتوا بيفتحوا جواليد بيفتحوا الخزين بلا permission بلا ما يطلبوا إذن لأنه بيعتبروا إنه هيدا بيت ابني أو بيت بنت بحق اللي أعمل البدية هوني كمان بدنا ننتبه إنه هني عم بيفوتوا الطاقة طبعولهم معهم عم بيتعدوا لحدود طبعولهم وعم بيغيروا بالطاقة طبع البيت لأنه نحن إذا كتير منتبهين لطاقة البيت مننظفها كل يوم منبخر كل يوم منحط إشياء حلوة مننتبه شو منفوت وشو ما منفوت عبيتنا ما فينا نسمح لحدا يفوت ويتصرف بالبيت كأنه بيته لو كان من ضمن العائلة الوحدة بدنا نفسر له بدنا نشرح له لأنه نحن وقتا نروح على بيوتهم رح نحترم حدودهم وخصوصيتهم فالمطلوب إنه هن بكل محبة نلفطلوا النظرهم يحترموا هيدا الحدود وإذا كنا ضمن العائلة الوحدة ما بدنا حدا يفوت على غرفتنا الخاصة كمان بدنا نقول للشخص لو زعلوا أو لو ما سمعوا من أول مرة بدنا نضلنا نعيد ونكرر ونقولها بطريقة كتير فرم يعني إحنا نكون واسئين بحالنا وما نكون عم نشك إنه هلأ رح يزعلوا منا رح شو رح يفكروا شو رح يقولوا عننا رح يبطلوا يحبونا بس يصير عنا هول الأفكار ما منعود نحنا كتير واسئين من اللي عم نطلبوا منهم بالتالي رح يضلوا نكونوا عم بيخترقوا لحدود تبعولنا هيدا يمكن قلت بكذا حلقة بس لأنه اليوم عم نحكي تحديدا إنه كيف نحمي حالنا من الطاقات فيها تكون عم تتعدى تعدى على الحدود الآخر هو كمان عم نخرق طاقة الشخص التاني إذا كنتم محاطين بأشخاص ترددات تبعولهم أو الطاقة تبعولهم عم بتزعجكم أو عم تأذيكم إذا عم بتحسوا إنه هني عن جد عم بيصيبوكم بالعين أو هيدا الكلمة بيستعملوها النصايبية تعين أو عم بيحسوا بحسد كتير قوي أو ما عم بيتمنوا لكم إشي حلو أو إذا بتكون تعملوا شي حلو بيصيروا عم بيحطو لكم هيك مثل عصب الدوليب أو لا ما تعملوا هالشغلة وبلاها وشو بدكم بهيدا المشروع وشو بدك بهيدا وما تشتر هيدا الشغلة شو ما كان الإحساس اللي عم بتحسوا من جوا الحقه إحساسكن إذا حاسين بهيدا الطاقة مانا حلوة تسألوا حالكن ليه أنا عم بيكون محاطة بهيدا الأشخاص يعني ما تعملوا جادجمنت عليهم ما تحكموا عليهم بس تطلعوا لجوا تكون أنا ليه عم بظلني أجذب لعند ناس بتحسدني أو ليه عم بظلني محاطة بهول الأشخاص وأنا عارفة إنه هني بيحسدوني ما بيتمنوا لي شي حلو وشو ما خبرون بيتخرب المشروع اللي أنا عم بخبروني وقتا نحنا عم ناخد صايبة العين أو هالطاقة كيف بتصير نتتسمى صايبة عين إذا نحنا شكين بحالنا وشكين إنه نحنا ما منستحق هيدا الشي الحلو أو حاسين إنه ترددات هول الأشخاص منا حلوة أو منخفضة نحنا عم نلاقيهم على نفس هول الترددات يعني وقتا عم نقبل إنه نضلون هني كل يوم كل يوم بحياتنا وقتا عم نقبل نسمحلون إنه هني يتعرضوا أو يمسكوا أي شي من غراضنا من دون permission أو من دون إذن وقتا براسنا نحنا عم نفكر إنه هلأ عم اشتريت سيارة ورحنا نفرجون إياها هلأ أكيد رح يصوبوني بالعين ورح يفي شي ينتزع بالسيارة نحنا هون على نفس الترددات تبعولون من هيك هيدا الشي المنه حلو بيصير بتنكسر شغلة بتنتزع شغلة بتتخرب شغلة لأنه سمحنا نحنا كنا عارفين إنه هيدا الطاقة تردداتها سلبية وسمحنا يعني لقايناه هون على نص الطريق على نفس الترددات المطلوب إنه نحنا نحمي حالنا ما كل شي نكون عم نخبر عنه ما كل شي نكون عم نشارك هول الأشخاص تحديدا فيه وناخد هيدا الطاقة المنه حلوة اللي حسيناها نبلش نتنفس شوي شوي ونقول إنه أنا عم بختار لتكون عم بتروح على محل عم تتنظف فيه فينا نرسلها للأرض فينا نرسلها لل مثل كأنه نحنا عم نرجع نبعثها على المصدر اللي إجيت منه اللي هو مصدر فيه شر أو فيه أزية أو فيه شي منه حلو أو جاي من شخص كتير مجروح ما بيتمنى الخير لألنا فما شغلتنا نحنا نفوت بالعلاج النفسي طبع الشخص مناخد نحنا يعني اللي أخدنين متحمل مسؤوليتهم يقول لحالي إنه هيدا الطاقة أنا عم برجع أبعثها هي منى لأله وعم برفض إنها تفوت على بيتي أو على جسمي أو على حياتي أو على الفيلد يعني الحقل الطاقة طبعولي فينا نكون عم نتنفس وفينا نكون عم نتخيل براسنا ناخد نفس نفوت النفس حلو على جسمنا ونطلع نفس اللي نحنا بدنا نكون عم نتخلى عنه يعني مثل كأنه أنا عم بتنفس حب وعم بطلع كل الإشياء اللي منا منيحة اللي أنا لأقطة من زبزبات غيري أو من ترددات غيري أو اللي حسات فيها فاتت على جسمي براسنا منكون عم نعمل هيدا الشي نحنا وقاعدين نحنا ومرتحين ومنتخيل كل هيدا الشي المنه حلو كأنه نحنا هيكي مثل صورة أو رسمة أو فينا نحط لأي صورة براسنا ونحنا عم نبعتها بطلت لقلنا عم تطلع من جسمنا ومنضلنا عم نتنفس لحد ما نحس إنه فيه شي جوات قلبنا عم بيكبر وعم بيفوت حب عم نحس بهيكي نور معين بزبزبات بتنميل بكل حدا بيحسها بطريقة مختلفة هيدا طاقة النور والحب هي اللي عم بتعبينا من جوة فهوم يكون نحنا عم نتحمل مسئولية ونسأل حالنا هول أشخاص ليش بحياتنا ليش عم نضلنا نجذبهم لحياتنا انكار حتى ما بنعرفهم يعني فيه ناس بتضلها تقول إنه عطول بجذب لعندي شخص أشخاص بتحسدنا وأشخاص ما بتتمنى للخير هون بدنا نسأل حالنا هل نحنا عم نتمنى الخير لحالنا هل نحنا منحب حالنا كفاية هل نحنا مأمنين بنفسنا هل نحنا عارفين إنه نحنا منستحق هل لأنه تربينا ببات بيضل يقول العين الناس بتصيبنا بالعين أو الناس عينة بغرادنا فصرنا مصدقين هيدا الشي ومنحس منصير نجذب أكتر ناس لعننا بدنا نسأل حالنا يعني مش بس نقول إنه في ناس ما بتتمنى للخير كمان نحنا نتحمل مسؤولية أفكارنا وكلماتنا وعواطفنا نقعد معهم ننظفهم ونطلعهم ومثل ما قلت كل يوم كل يوم نكون عم نسكر الطاقة طب قولتنا عم نحمي حالنا حتى بس نطلع بسيارتنا الصباح ورحي مشوار بعد الظهر أو المساء فينا نكون ناخد ما نكون مستعجلين ناخد هيك دقيق قليل نتخيل كمان فيه هيك بابل جولدن بابل أو بابل ذهبية حولها هيك مثل سيركل أو دائرة نرسمها حولها سيارتنا ونقول لنفسنا نحنا موجودين نحنا بأمان داخل هيدي البابل شو ما كان حدا عم بيسوق حد تكون معصب مدايق صرخ عليكن ما رح تكونوا أنتو على نفس الطاقة طب عولون حدا كسر عليكن أنتو عم بتسوقوا صار أي شي حدا فات بعكس السير وتكونوا أنتو محميين أول شي رح تكون ردي تفعلكم ما فيها عصبية ما فيها غضب رح تفهموا ليه صار هيك ورح تكونوا عم تتصرفوا وردي تفعلكم جاي من زبزبات مرتفعة أو ترددات مرتفعة مش منخفضة إذا كانت منخفضة وما نكون حميين حالكم ومش مساكرين الطاقة رح تنفعلوا رح تصرخوا رح تتخنقوا بالشارع رح تزمروا ع بعض رح مرح حدا حيقطع التاني رح تكونوا فوضتوا حالكم بهيد الطاقة أو بهيد الزبزبات المنخفضة فنحنا بس نتحمل هيد المسئولية بس نعرف كيف نحمي حالنا كل يوم كيف يكون عنا أمتدان من عشية حتى إذا تلاقينا بأشخاص ما كانوا تمنوا لنا إشياء مش حلوة أو عرفنا بعدين إنه في حدا كان عم بيوجه لنا طاقة مش حلوة نشوف شو العبرة اللي بدنا نتعلم شو الشغل اللي بعد بحاجة نحنا نشتغله على حالنا ونكون عنا أمتدان إنه نحنا حمد الله بخير وبأمان يمكن قطعنا بمرحلة ما كانت حلوة أثرت علينا جسديا أو معنويا بس هلأ صرنا منعرف أكتر صرنا منعرف كيف منحمي حالنا صرنا منعرف كيف ما نسمح إنه زبزبات الآخرين تكون عم بتفوت علينا وعم بتزعجنا من جوة كمانا ننتبه نحنا من ضلنا عم نقول إنه نحنا بسهولة من نصاب بالعين أو نصدق هيدا المقولة كل الوقت براسنا إذا تعلمناها نحنا وصغار لبل نحمي حالنا كمانا كتير مهم إنه شو ما حدا قالنا إذا حدا قالنا رح يصوبوكم بالعين نقول نحنا من جوة ونكون نحنا عارفين ونحنا محميين كتير مهم إنه نكون عم نسلم للعناية الإلهية عم نآمن إنه كمانا في عناية إلهية عم تهتم فينا نحنا على طول محميين إذا صار أي شيء لسماح الله بيكون في عبرة نحنا بحاجة نتعلمها وفي قصص فيها تصير بحياتنا بتساعدنا نرجع نكون عم ننظف أكتر وأكتر كمانا نكون نحنا ضمريا مرتحين مع حالنا نحنا كمانا ما بدنا نتمنى للأزي ولا شيء مش حلو لحدا حتى إذا شفنا حدا على السوشال ميديا حاتة خبر أو حاتة رأي نحنا ما بنتوافق معه طاقة كمان منا حلوة لهيدا الموضوع فيه أوقات فيه ناس منحبهم أو ما منحبهم بيحطوا أراء مختلفة ما ضروري نفوت بحروب معهم على السوشال ميديا أو حتى بجلساتنا الخاصة هيدا بياخد مننا طاقة وبياخد منهم طاقة ومنصير كلنا فيتين ببعضنا فكتير مهم نحنا نتحمل مسؤولية نتمنى الخير على طول لغيرنا وكمانا نتفايدا الناميمة نتفايدا السرثرة كل الوقت ومثل ما بيقولوا بس نتمنى الخير للجميع الخير بيوصلنا بس نكون على ثقة تام أنه نحنا الخير على طول مواكبنا ونحنا محميين ونحنا بأمان حياتنا فيها تكون على طول بأمان وبخير وفيها طاقة مرتفعة جدا لأنه نحنا عم نتصرف وعم نحكي كل يوم من طاقة مرتفعة من زبزبات مرتفعة كل الوقت وليه على طول أنا بذكر فيه لكل حدا بيشتغل بمجال الطاقة من الأشخاص اللي بيتعلموا ريكي معي أو من الأشخاص اللي بيمارسوا علاج بالطاقة أنه ولا مرة نبعث علاج لحدا أو نبعث طاقة لحدا أو نبعث ريكي أو أي موضلتي نحنا بنشتغل فيها بالعلاج بالطاقة من دون إذنه للأشخاص ما فينا نعمل هيدا شي لأنه كمان نحنا عم نتدخل بالطاقة تابعولون إذا هن مش قاعدين إذا هن مش حميين حالهم نحنا بكون عم كمان في محلات خاصة إذا في أشخاص بتسمح حاله اللي رسو تسمح لحالة تبعى الطاقة من دون ما تاخد إذن الشخص الثاني منكون كمان عم نأثر لهم على حياتهم على الطاقة الشخصية تبعولون كمان ولا نسمح لأي حد أن يبعث لنا طاقة إذا عن جد مش عارفين إنه هو اختصاص به هيدا المجال ومش شرح لنا كيف رح تكون البروسيدجر اللي هو رح يعمل أو اللي هي رح تعمل كمان هون ننتبه عمين من الروح من اختصاصيين بكل المجالات ونعرف كيف نحمي حالنا بس نرجع لبيت كمان أي شي تعرضتولو منو حلو سمعتو من عشية كمان خدو شور حطو تيابكم بالغسيل فيكن تنقع وجسمكم بماء وملاح فيكن تصبحوا بالبحر إذا قريب البحر على بيتكن حتى من عشية بس تقعدوا بالتخط كمان تحطوا نية حلوة بأحلامكم بالليل تكونوا عطول كمان محميين مساكرين الطاقة طبعو لكم لا كمان ليلتكن تكون مرتاحة ما فيها كويبيس ما فيها قصص منا حلوة عم بتصير ممكن قوات الناس تحس فيها بالليل كل ما نحنا منحب حالنا منحترم حالنا منتصرف بطاقة حلوة مع حالنا هيدا الطاقة رح تكون مع بيتلنا حياتنا ومع بي حياة الآخرين إذا نحنا كمان منكنلهم الحب والإحترام والتوفيق بحياتهم الجملة اللي كتير أنا بحب أولها بظني عم بكررها ويمكن الكل بيشوفها هو يعني كل شي بخير كل ما نحنا عم نستعمل روت شكرة عنا طاقة الجذر عنا متماسكة عم نميز منيح من خلال العين التالتة عنا نحنا على طول قادرين نحس ونشوف الإشياء إذا كانت منيحة ولا مش منيحة وعطول نطلب مساعدة حتى إذا كنا هيلرز وحسينا بإشياء ملنا حلوة فينا نكون عم نطلب مساعدة من حداً تاني فيه ساعدنا وعلى طول نقول أول إزوال لأنه فعلياً أول إزوال كل شي بخير طاقة حب كتير كبيرة مني لقلكوا إن شاء الله عطول بتظلكم بخير ومحميين وإن شاء الله تكون هيد الحلقة فدتكن أو عطتكن هيك مثل ملخص سريعاً كيف تكونوا عم تنتبهوا على طاقتكن عم تحموا حالكن يومياً لقون الأسبوع اللي جاية بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر